أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجاءت تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا واستدلوا أيضا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحن لا ننكره من أن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع أمتي على خطأ بحسب ما جاء مرويا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي قد قال لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمة النبي فهل الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كانوا أمة النبي هذا السؤال لا بد أن يجيبوا عنه لو كانوا أمة النبي لماذا طردهم وجواب سؤال لماذا طردهم لأنهم عصوا أمره في أي شيء أراد أن يكتب للأمة كتابا عاصما لها من الضلال فمنعوا رسول الله من ذلك حكاية رزية الخميس التي لا يستطيعون إنكارها يضحكون على أتبائهم من عوام السنة من أن أبا بكر وعمر ذهبا إلى سقيفة بني ساعدة وفعل ما فعل حرصا منهما على هداية الأمة لكي لا تضل هذه الأمة لماذا إذا منعوا رسول الله الذي هو أصل الهداية وأساس الهدى منعوه وعارضوا أن يكتب كتابا وأحدث ما أحدث من الضوضاء حتى طرده هل هؤلاء أمته إذا كانوا حريصين على هداية الأمة لماذا فعلوا ما فعلوا وإذا كانوا قد أخطأوا لماذا لم يعودوا إلى النبي ويعتذر قضية مدبرة بليل مثلما تحدثنا أحاديث العترة الطاهرة هناك صحيفة مكتوبة هناك برنامج مخطط النبي قتل قتلوه بالسم برنامج مخطط بالكامل وقد عجلوا بذلك بعد بيعة الغدير خوفا من أن أمر بيعة الغدير يثبت عند الناس ولذا بعد بيعة الغدير بشهرين قتلوا رسول الله بيعة الغدير في الثامن عشر منذ الحجة والنبي قتل في أواخر شهر صفر من السنة التي تلت السنة التي كانت بيعة الغدير فيها في آخر شهر من السنة العاشرة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة كانت بيعة الغدير النبي قتلوه واغتالوه بالسم في أواخر شهر صفر في الأيام الأخيرة من شهر صفر من السنة الحادية بعد العاشرة من سني الهجرة العملية واضحة جدا هؤلاء خافوا أن يكتب النبي كتابا وأن يشهدهم على هذا الكتاب وأن يضعوا إمضاءاتهم على هذا الكتاب ثم يعرضه على الناس ولذا أحدث هذه الضوضاء وأثار عمر ما أثار من دعاية سخيفة من أن الرجل يهجر من أن النبي يهدي مثل ما انتفع معاوية وعمر بن العاص من المصاحف التي رفعوها في صفين انتفع أبو بكر وعمر في رزية الخميس حسبنا كتاب الله هكذا قال عمر وعندنا كتاب الله حسبنا الحكاية هي الحكاية مصاحف صفين من مصحف عمر في رزية الخميس عندكم عقول تفكرون أو لا حديث رزية الخميس لا يستطيع القوم من أتباع سقيفة بني ساعد أن ينكروه لكنهم يمرون عليه مرورا لا هقول مرور الكرام وإنما يمرون عليه مرور اللؤماء مرور الخبثاء مرور أعداء العترة الطاهرة كمرور الطوسيين الخبثاء على حقائق دين العترة الطاهرة إلا أنهم يمزقون تلك الحقائق بما يسمى بعلم الرجال الناصبي وبسائر الوسائل الناصبية الأخرى التي استوردوها من سقيفة بني ساعد حيث مزقوا دين العترة الطاهرة وإلا فالحكاية واضحة أقرأ عليكم من صحيح البخاري إنها طبعة دار صادر الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة كتاب العلم هذا الباب الأربعون باب كتابة العلم في الصفحة الرابعة والثلاثين رقم الحديث 114 بسنده عن ابن عباس بسند البخاري عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعد هذا هو الذي يكون حريصا على هداية الأمة أبو بكر حريص على هداية الأمة إذن لماذا فعلوا ما فعلوا في رزية الخميس فلنقل إنهم ارتبكوا ارتبكوا لماذا لم يعودوا ويعتذروا من رسول الله لماذا لم يسجل التعريخ ذلك ولماذا لم يعودوا يقبلوا أقدام رسول الله كي يكتب كتابا يقبلوا يعصم الأمة من الضلال إذا كانوا حريصين على أن الأمة لا تقع في الفتن مثل ما يقولون كذابون هؤلاء هؤلاء الذين يدافعون عن الصحابة كذابون دجالون الحقائق واضحة وواضحة جدا وهذا الحديث معروف لديهم حديث رزية الخميس موجود في صحاحهم البخاري أورده في العديد من الأبواب في كتابه هذا وهو يفعل هذا مع الأحاديث الصحيحة في نظره والمهمة جدا عنده ولذا فإن الحديث قد ورد في رقم مية وأربعة عشر ورقم اثلات آلاف وثلاثة وخمسين ورقم اثلات آلاف ومية وثمانية وستين ورقم أربعة آلاف أربعمية وواحد وثلاثين ورقم أربعة آلاف أربعمية اثنين وثلاثين ورقم خمست آلاف ستمية وتسعة وستين ورقم سبعت آلاف اثلاث مية وستة وستين وورد الحديث في سائر صحاحهم وفي سائر جوامعهم الحديثية حديث معروف جدا 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 لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع دلس البخاري هنا عمر قال إن الرجل ليهجر حتى ما عبر عنه بالنبي أو بالرسول إن الرجل ليهجر قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا تذكروا مصاحف صفين هذا هو أصلها وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا 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 وكثر اللغة فقال رسول الله قوموا عني قوموا عني هذا يعيدنا إلى حكاية سورة الحجرات فإن سورة الحجرات في أبي بكر وعمر بحسب البخاري بحسب البخاري لأن أبا بكر وعمر بحسب البخاري رفع أصواتهما بمحضر النبي وأثار خلافاً واختلافاً فيما بينهما لا مجال لا مجال للدخول في كل التفاصيل تحدثت عن هذا في برامج سابقة وسأعود إليها الوقت يجري سريعاً وإلا المصدر موجود والأحاديث موجودة من أن سورة الحجرات هي في أبي بكر وعمر بحسب البخاري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الخطاب موجه لكل المؤمنين لكن الحادثة كانت بسبب أبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هؤلاء قد حبطت أعمالهم أتحدث عن الذين كانوا في واقعة رزية الخميس ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله طرده طرده قال عمار إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا إذن لماذا لم يقولوا حينما توجهوا إلى سقيفة بني ساعدة لماذا لم يقولوا عندنا كتاب الله حسبنا وسننتظر حتى يدفن رسول الله حتى هذه الموهزين الأدبية والعرفية والعشائرية لم يراعوها وذهبوا يتصارعون فيما بينهم في سقيفة بني ساعدة وكاد عمر أن يقتل سعد بن عبادة الرجل كان مريضاً وكان وكان طريحاً على الأرض فحينما حدث التدافع بين الصحابة كادوا أن يسحقوه وكادوا أن يقتلوه بأرجله وكان عمر وراء ذلك التفاصيل موجودة في كتبه أنا لست بصدد الحديث عن وقائع ما جرى في سقيفة بني ساعدة سأعود إليها في وقت آخر كي أحلل أحداثها كي أحلل مجرياتها مثل ما أحلل لكم الآن حديث رزية الخميس قال عمر إن النبي غلبه الوجع عندنا كتاب الله حسبنا لماذا ما قال عمر هذا الكلام وانتظر حتى يدفن رسول الله حتى يقام العزاء عليه عند أهل بيته لماذا استعجلوا الأمر لأن الأمر مدبر بليل وإلا فإن بيعة الغدير كانت قريبة وكانت واضحة والنبي وضع البرنامج الكامل لهذه الأمة إذا كان أبو بكر وعمر حريصين على الأمة لماذا إذا منع رسول الله من كتابة الكتاب الذي سيعصم الأمة أبو بكر وعمر لا يمتلكان القدرة على أن يكون سببين لعصمة الأمة النبي هو القادر على ذلك ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع طردهم رسول الله سؤال الأنبياء يطردون أممهم يطردون الزعماء أمتهم هؤلاء هم الزعماء هؤلاء هم الكبراء لو كانوا من أمة النبي هل فعلوا هذا مع النبي لنفترض أنه مشتبه لماذا لم يعودوا كي يعتذروا لماذا لم يطالبوا رسول الله بالكتاب العاصم إذا كانوا حريصين على نجاة الأمة كما يزعم أتباعه الحكاية واضحة واضحة جدا في سورة هود في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من قصة نوح النبي وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا المؤمنون لا يطردون لا يمكن لنبي أن يطرد المؤمنين إذا كان النبي طاردا للمؤمنين ولكبارهم كما يزعم أتباع دين السقيفة أتحدث عن سقيفة بني ساعدة عندنا سقيفتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون هذه أخلاق الأنبياء وهذه أخلاق الله ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون الله لا يجيز لأنبيائه أن يطرد المؤمنين لأنه هو الذي بعث الأنبياء كي يجمع المؤمنين لا أن يطردوهم لماذا طردهم رسول الله لأنهم ليسوا مؤمنين لو كانوا مؤمنين هل فعلوا هذا مع رسول الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا هذا كلام نوحن النبي مع قومه حينما قالوا له وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَا الْرَأِيِ فقال لهم وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمِنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إذا ذهبنا إلى سورة الشعراء الكلام هو هو ما بين نوح وقومه في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الشعراء قالوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ لماذا؟ إن أنا إلا نذير مُبين أنا جامع له هذه وظيفة الأنبياء وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ لماذا؟ إن أنا إلا نذير مُبين النذير المُبين لا يمكن أن يكون طارداً للمؤمنين والنبي هنا في مقام الإنذار وفي مقام التبشير في مقام الإنذار من ضلال سيهيمن على هذه الأمة وفي مقام التبشير من أنه قادر على أن يضع لهم عاصماً أن يضع عاصماً للأمة من هذا الضلال أن يكتب كتاباً ما الذي فعله هؤلاء؟ فعلوا الذي كانوا يفعلونه سابقاً الذي تحدثت عنه سورة الحجرات ولذا فإن رسول الله طردهم لو كانوا مؤمنين يستحيل أن يطردهم رسول الله هكذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية الثانية والخمسين بعد البسملة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله من الظالمين حين طرد أبا بكر وعمر وكبار الصحابة من بيته في واقعة رزية الخميس هل هو الظالم أم هم الظالمون لرسول الله وهم الظالمون لهذه الأمة أنصاروا سبباً مانعاً لأن يصل الكتاب العاصم لهذه الأمة قد يقول قائل إذن لماذا لم يكتب رسول الله الكتاب وسلمه للأمة رسول الله كتب الكتاب وسلمه لأمير المؤمنين وشهد عليه سلمان والمقداد وأبو ذر كما في أحاديث العترة الطاهرة لكن الأمير أخفاه لأن الأمة خائنة لأن الأمة غادرة غدرت بالغدير لأن الأمة ملعونة مرتدة ارتدت الموقف هو هو من المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين وجاء به إلى الأول والثاني ورفضوا المصحف فأخفاه عنهم الحكاية هي الحكاية فمثلما أخفى المصحف العلوي الشريف أخفى الكتابة المحمدية العلوية العاصم لأن الأمة لا تستحق ذلك لن تحترمه ستبقى هذه الوثائق عند إمام زماننا إلى يوم ظهوره وحينما يفتح التحقيق العالمية بتلك الجرائم سيعرض هذه الوثائق أمام أعين الناس كي تعرف هذه الأمة كم ظلمت العترة الطاهرة وكم حرفت وحاربت دين العترة الطاهرة أتحدث عن السقيفتين عن السقيفة بني ساعد وعن سقيفة بني طوس ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين من هم هؤلاء يريدون وجه الله إذن هؤلاء الذين طردهم رسول الله لا يريدون وجه الله يريدون وجه الشيطان الذي لا يريد وجه الله يريد ماذا يريد وجه الشيطان لو كانوا يريدون وجه الله هل كان رسول الله يطردهم يمكن هذا سيكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين لكن هؤلاء لا يريدون وجه الله إذن ماذا يريدون يريدون وجه الشيطان يريدون وجه الدنيا يريدون المناصب يريدون عداء علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله حديث رزية الخميس يكشف عن هذه الحقائق وفقاً للمنطق القرآني أنا أقول للذين يتدبرون في حديث رزية الخميس عليهم أن يتدبروا في المنطق القرآني وليس في منطق أصحاب السقيفة أنفسه نحن ماذا نقرأ في سورة الجمعة؟ هكذا نقرأ في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا المجلس أليس مجلساً لتعليم حقائق الكتاب والحكمة حتى أن البخارية قد أورده في كتاب العلم وبالتحديد في الباب الأربعين في باب كتابة العلم البخاري بنفسه وغير البخاري في الصحاح الأخرى أوردوه أيضاً في هذا الباب نتحدث الآن عن البخاري أورده في كتاب العلم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هؤلاء خرجوا من ضلالهم لو أنهم خرجوا من ضلالهم المبين لأنصتوا ولا استمعوا ولأجابوا وأطاعوا وسلموا لرسول الله لكنهم فعلوا ما فعلوا سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة لا كما يقول الخوئي عنهم من أنهم بيضوا وجه التأريخ في تفسيره البيان في تفسيره الخرائي الخرائي الذي عنوانه البيان أتحدث عن الخراء الطوسي البتري المرجئي الناصبي إنه خراء السقيفة بني طوسي ألا لعنة عليها هؤلاء لازالوا على ضلالهم المبين لو أنهم خرجوا من ضلالهم المبين لماذا لم ينصتوا لرسول الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هؤلاء لازالوا على ضلالهم المبين وإذا قال قائل من أنهم ليسوا معصومين اشتبهوا لماذا لم يعودوا ويعتذروا فإن الأمر عظيم فإن النبي يريد أن يكتب للأمة كتابا عاصما لماذا لم يعودوا ويعتذروا لماذا لم يعودوا ويصروا على رسول الله أن يكتب الكتاب لماذا وجدوا فرجا في طردهم من بيت رسول الله لأنهم وجدوا أنفسهم قد تخلصوا من مأزق من مشكلة لو أن رسول الله كتب الكتاب فإن مخططهم فإن مخططهم لن ينجح فإن مخططهم سيكون فاشلا ولذا حينما طردهم عجلوا بالخروج لازالوا في ضلالهم المبين لو لم يكونوا كذلك لرجعوا إلى رسول الله فهذا مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخريات أيام حياته من مجالس تعليمه للذين آمنوا أسرار الكتاب والحكمة ولذا بقي سلمان والمقداد وأبو ذار وهؤلاء هم الذين لم يرتدوا من هذه الأمة بعسب رواياتنا وأحاديثنا وماذا نقرأ أيضا في كتاب الله في سورة التوبة في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما قاله رسول الله مصداق لهذه الآية هو يريد أن يكتب كتابا كي لا يضل المؤمنون إنه حريص عليهم عزيز عليه أن يتعرض للفتن وللبلاء والشدائت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم ما أصابكم من العنت من التعب والألم والشدائت عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم الذي صدر من رسول الله في رزية الخميس مصداق لهذه الآية لكن الذي فعله أبو بكر وعمر وساعر الصحابة كان مناقضا لمعنى الإيمان وكان مناقضا لأولئك الذين رسول الله صلى الله عليه وآله حريص عليهم هؤلاء ليسوا من المجموعة الذين رسول الله حريص عليهم لو كانوا يستشعرون حرص رسول الله لاستجابوا له لأنهم لا يستشعرون هذا المعنى الذي في الآية الكريمة وقد عاشوا ما عاشوا مع رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى لم يحترموا حالة رسول الله في مرضه حتى لم يحترموا الأيام الأخيرة من حياة رسول الله حتى لم يحترموه في بيته وهم جلوس عنده في بيته لم يحترموا كل هذا وقال عمر من أن الرجل يهجر إن الرجل ليهجر إن الرجل ليهجر واستعمل إن للتأكيد واستعمل لام التوكيد ما هو هذا كلام العرق إن الرجل ليهجر إنه يؤكد الكلام يؤكد أن النبي يهدي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا هو الذي فعله رسول الله لكن القوم لم يكونوا من القوم الذين يستشعرون حرص رسول الله عليهم لأنهم ليسوا من المؤمنين لو كانوا من المؤمنين لاستشعروا ذلك وإذا افترضنا من أنهم اشتبهوا وأخطأوا لماذا لم يعودوا كي يعتذروا وإذا ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين حينما طردهم رسول الله هذا يعني أنه لا يعفو عنهم ولا يستغفر لهم ولا يشاورهم في الأمر وإلا لماذا طرده لو كان يحترم ما يقولون لأبقاهم لماذا طردهم وهكذا قال لهم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع خصوصا وهو في تلك الحالة الحرجة في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله فبما رحمة رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك محمد هو رحمة الله رحمة الله المتجلية في أجملي وأعظم نشآتها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في سورة عبس وتولى بحسب حديث أهل البيت هذه السورة في عثمان بن عفان لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة أو ما يقوله نواصب سقيفة بني طوسي في تفسير العترة الطاهرة الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير ومن أننا لا نأخذ التفسير إلا منهم إنه عثمان بن عفان الذي تتحدث عنه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إنه عبد الله ابن أم مكتوم كان أعمى ضريرا من صحابة النبي القصة مفصلة في رواياتنا لست بصدد الولوج في تفاصيل الواقعة عبس وتولى سورة سورة عنونت بهذا العنوان وابتدأت بهذا الكلام بعد البسملة عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر ما جاء من الآيات في هذه السورة سبحانه وتعالى يرفض هذه الأخلاق ما هذه أخلاق الله ولا هذه أخلاق رسول الله هذه أخلاق الصحابة هذه أخلاق الصحابة هكذا فعلوا مع رسول الله ما هذا الذي فعلوه مع رسول الله في رزية الخميس أسوأ بكثير من هذا الذي جاء مذكورا هنا بخصوص عثمان بن عفان وابن أم مكتوب نحن نقرأ في سورة الكهف في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة واصبر نفسك الخطاب مع رسول الله وقلت لكم بحسب قواعد التفسير في دين العترة الطاهرة فإن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهؤلاء القوم في رزية الخميس لا يريدون وجه الله إذن يريدون وجه من؟ يريدون وجه الشيطان لو كانوا يريدون وجه الله لصبر عليهم رسول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط هؤلاء من الذين تنطبق عليهم هذه المضامين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فعمر بن الخطاب حين قال وعندنا كتاب الله حسبنا لو كان هذا الكلام يراد به وجه الله لصبر عليه رسول الله ولكن هذا الكلام يراد به وجه الشيطان ولذا طردهم رسول الله ولو أنهم اشتبهوا لعادوا واعتذروا لكنهم لا عادوا ولا اعتذروا بل ذهبوا إلى أمر شنيع أعظم وكان الذي كان ولقد ضلت الأمة ضلالا بعيدا وارتدت عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله إذن لماذا نستغرب ما جاء في أحاديث الحوت وفي البخاري نفسه ولكن بعد الفاصل في صحيح البخاري نفسه في الباب الثالث والخمسين باب في الحوت يبدأ الباب صفحة ألف ومية وخمسة وستين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها وكنت أقرأ منها حديث رزية الخميس أذهب إلى الحديث ستة ألاف خمسمية أو سبعة وثماني صفحة ألف ومية وسبعة وستين بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي هو الصلاة البتراء النبي هو الذي يقول بحسب رواية البخاري عن أبي هريرة بين أنا قائم متى في يوم القيامة هذه أحاديث الحوت وهي كثيرة هنا في هذا الباب هذا مثال منها بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم إنهم من صحابته حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم هذا هو قسيم الجنة والنار واضح لأنه هو الذي يقسم الناس هنا ما بين الجنة والنار لم يذكر الحديث اسمه لكن يبدو من وظيفته هو هذا قسيم الجنة والنار لا ندري من هو ليس مهمة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني من بيني يعني كان قريبا من رسول الله وهؤلاء جاءوا مقبلين إلى رسول الله في مواقف يوم القيامة هذا الرجل الذي هو قسيم الجنة والنار والذي لا نعرفه من هو يبدو أن وظيفته هي هذا هذا الرجل قال لهم هلوم إلى أين أنتم مقبلون طريقكم ليس من هنا هلوم فقلت أين النبي يسأل هذا الذي هو قسيم الجنة والنار فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القطقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القطقرة رجعوا إلى جاهليتهم هو في الحقيقة رجعوا إلى مرحلة التنزيل لكننا نمشي مع الحديث لأن النبي قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل مرحلة التأويل مرحلة التأويل بدأت بعد الغدير ونسخت مرحلة التنزيل هم بقوا يصلون ويصومون على مرحلة التنزيل قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة عادوا إلى جاهليتهم النبي يقول فلا أراه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أقل من واحد بالمئة همل النعم هي الحيوانات التي تضيع من أصحابها في الصحراء كم عددها وهل في كل يوم تضيع الحيوانات من أصحابها قد يكون الرجل عنده مئة بعير يضيع بعير واحد في يوم من الأيام في عدة سنوات فلا أراه يخلص منهم ينجو منهم إلا مثل همل النعم هذه أحاديث الحوق موجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح مسلم وفي سائر صحاحه الأحاديث كثيرة هنا باب في الحوق أحاديثه كثيرة 19 حديث في هذا الباب 19 حديث مضمونها هو هذا المضمون من أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله مصيرهم إلى النار أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم عن أبي هريرة عن النبي بين أنا قائم في مواقف يوم القيامة إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم طريقكم ليس إلى رسول الله طريقكم إلى النار فقال هلوم فقلت أين إلى أين تأخذهم قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام أحاديثنا صحيحة في أن الأمة ارتدت ولم يبق على دين محمد إلا الثلاثة الذين أملأ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب العاصم على أمير المؤمنين بحضورهم وهم الذين كانوا شهودا على ذلك الكتاب الذي يبحث عن الحقيقة لا بد أن يجمع بين المعطيات ولا بد أن يفهم واقع رسول الله بحسب منطق القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الذين يريدون وجه الله لا يعودون القهقر هؤلاء هؤلاء الذين طردهم رسول الله في واقعة رزية الخميس لو أنهم لم يكونوا قد رجعوا القهقر لرجعوا القهقر إلى رسول الله واعتذروا لكنهم رجعوا القهقر إلى ضلالهم بحسب أحاديثنا هم لم يفارقوا ضلالهم حتى يعودوا القهقر هم لم يفارقوا ضلالهم أساسا بحسب أحاديثنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة ولكننا مع هذا الذي أشاعته السقيفة بني ساعدة وطبل له الطوسيون في سقيفة بني طوسي ألا لعنة على السقيفتين ما هي الحقائق واضحة أنا ما جئتكم بشيء من عندي هذا صحيح البخاري وهذا القرآن ما جئتكم بشيء من كتب الشيعة ولا جئتكم بشيء بخلاف اللغة العربية ولا جئتكم بشيء بخلاف المنطق والعقل الذي يعمل به العقلاء ولا جئتكم بآية متشابهة الآيات كلها محكمة واضحة وعربية عربية واضحة وقرأت عليكم قراءة صحيحة من صحيح البخاري فماذا تقولون صدقوني يا أيها الشيعة أنا لا أحتج هنا على أتباعي سقيفة بني ساعدة لا شأن لي به لهم دينهم وليديني وحق الحسيني إذا أردت أن أوجه هذه القناة باتجاههم أخبلهم أخبلهم أجننهم فقط أشرح لهم رواياتي صحيح البخاري ولن أذهب إلى مكان بعيد أفتح المصحف وأفتح صحيح البخاري وبلغة عربية واضحة ولن أخالف الوقائع التأريخية التي يذكرونها في كتبه وهذا مثال بين أيديكم وإنني ما تشعبت فيه كثيرا إذا أردت أن أتشعب فيه كثيرا سأحتاج إلى عدة حلقات إنني أوردته مثالا لكم وليس له يا شيعة العترة الطاهرة مثلما زور أصحاب سقيفة بني ساعد الدين زور أصحاب سقيفة بني طوسي الدين وقد حدثتكم في الحلقات الأربعين السابقة كيف أن الطوسيين في سقيفتهم اللعين زوروا الدين إنما حدثتكم اليوم عن سقيفة بني ساعدة كي أضرب لكم مثالا وإلا فلست مهووسا بالحديث عنهم هؤلاء أمة لم يبقى لم يبقى عندي وقت طويل إلى آخر الحلقة لذا فإنني غيرت اتجاه اتجاه كلامي بسبب الوقت كان في نية أن أحدثكم عن جهة أخرى ترتبط بالذي حدثتكم عنه قبل قليل وبعد ذلك كان في نية أن أعرج على سقيفة بني طوسي لكنني أجمل لكم الكلام كما يرتبط بسقيفة بني ساعدة فإن النبي حين قال لا تجتمع أمتي على ضلالة هؤلاء ما هم بأمة النبي وقد تبين هذا واضحا من الآيات ومن خلال تفاصيل حديث رزية الخميس وما جاء في أحاديث الحوت فهؤلاء ما هم بأمة النبي لا حينما كانوا في الدنيا طردهم ولا حينما سيأتون في الآخرة فإن قسيم الجنة والنار سيطرده أنا ما قرأت من كتاب شيعي قرأت من صحيح البخاري حديث حديث رزية الخميس واضح في أن رسول الله طردهم ولم يعودوا إلى بيته إلى أن فارق الدنيا لقد طرده وفي أحاديث الحوت فإنهم جاءوا باتجاه رسول الله لكنهم طردوا طردهم قسيم الجنة والنار وساقهم إلى النار فهل هؤلاء أمة رسول الله الكلام هو هو ينطبق على الطوسيين فهل أن الطوسيين نواب لصاحب الزمان كما يزعمون وشلون النواب بعد واحد يلوم النجفين مني يصفقون ويهوسون آية الله شلون آية يروح فدوة للمطاية ولا ما للمطاية يروح فدوة يروح فدوة الروث المطاية آية الله شلون آية يروح فدوة الروث المطاية شكرا